ايه رأيكم في رحلة عشا برا كوكب الارض كله مش هتكلفك اكتر من 25 مليون جنيه بس انا مش بهزر ده فعلا فيه مطعم موجود دلوقتي ممكن يغدك تتعشى في الفضاء وترجع تاني في نفس اليوم ده انا هقولك كمان على مطعم اغرب واغرب وبسعر مهاوت شوية لكن ايه حكاية المطعم ده وموجود فين بالزبط وليغالي كده ويه اغرب مطعم ممكن تاكل فيه كلنا اكيد بنكون عايزين نجرب اماكن جديدة ومختلفة للأكل من باب التجديد علشان كده كل وقت والتاني بتطلع مطعم بافكار مختلفة زي يخت على النيل او جوه مزرع بس عمرك كنت تتخيل ان يكون فيه مطعم في الفضاء وتخرج تتعشى برا كل الكورة الارضية مش بس برا بلدك بس ما تتخيلش ده فعلا فيه مطعم في الفضاء لكن ايه الحكاية حسب صحيفة هندستان تايمز وفرت شركة سياحة فضائية فاخرة بالتعاقد مع الشيف الدنماركي المتميز راسموس مونك رئيستها بمطعم الكاميست جولة العشاء الفضائية وده من ابتكار ابناء دولة بلجيكا تكلفة وجبة العشاء في الفضاء تقريبا 500 الف دولار يعني 25 مليون جنيه وسبب ارتفاع التكلفة هي الادوات الحديثة المستخدمة واللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي وكمان بسبب غلاء ادوات رحلة السفر نفسها للفضاء الخارجي وحسب شيف المطعم انه حاليا بيحاول ينهي قائمة الطعام في المطعم الفضائي واتمنى ان تكون الاطباق مبتكرة زي تجربة الفضاء نفسها وقال ان سبب غلاء الرحلة بشكل كبير لانها الاولى من نوعها بس بعد كده امتها تنخفض وقال نفسا احنا عارفين ان رحلة العشاء على الفضاء غالية جدا لكنها الرحلة الاولى على البلون الفضاء الجديدة بس من اهدفنا بالفترة اللي جاية اطلاق رحلات اكثر بسعر اقل وبالمناسبة من المفترض اطلاق الرحلة الاولى للعشاء باء واخر سنة عشرين خمسة وعشرين من خلال اول سفينة فضائية خالية من عنصر القربون بس خليني اقولك ان سبقوا بعض الشركات اعلنت عن العشاء على الفضاء بتكلفة اقل من شركة البلون الفضائي وكانت التكلفة تقريبا 132 ألف دولار وعلى فكرة ما كانتش رحلة الفضاء هي أغرب رحلة ممكن تسمع عنها وده لأن الجزر المالدي فيها مطاعم تحت المية ووسط الأسماك اللي بتعوم في المية الفيروزية ومحاطة بالحضائق المرجانية مع سقف بانورامي علشان المية تحوطت من كل اتجاه يعني تبقى قاعد بتتعشى وممكن تلاقي دولفين بيعوم جنبك عايز أقولك كمان أن دولة بلجيكا هي أول اللي بتقرت المطاعم السحبية وفي سنة 2006 اتعامل مطعم هناك فكرته كانت أيما على ربط الزباين كويس فقالة شبه آلات مدينة الملاهي علشان تطير في السحاب علشان الناس يتعشوا بطريقة مختلفة تكلفة تجربة المطعم المعلق ده 350 دولار ده كمان في نيويورك في مطعم اسمه نينجا ودي برضو يعتبر من أغرب المطاعم علشان لو دخلتوا هتعيش أجواء محاربين النينجا بسبب المعظفين اللي بيلبسوا زي اسود وبيقدموا الأكل وهما بيعملوا حركات نينجا أما في الصين في مطعم صاحبه كان عايز يكون فيه أجواء الخوف والرعب من خلال دي كرات مرعبة من الجسس وأجواء السجن وده أكيد هيعجب محبين الأفلام الرعب ودلوقتي يقول لنا إيه أغرب مكان كالت فيه